قال ما رأيك في تفسير في ظلال القرآن لصاحبه سيد غطب أولا تقرأ التفسير ده ده تفسير سيء جدا أول حاجة فيه تكفير المسلمين شت كلهم وده كمان كفرهم قال ولا وجود للإسلام ماف الإسلام قال وجوده قد توقف قال وإن كان هناك أناس يرددون لا إله إلا الله في المنابر قال برضو ده المرتدي وسب فيه صحابة كويس وتكلم فيه في الأنبياء وجاب فيه ضلالات كثيرة جدا ده ما تفسير ذاته حتى لو ما فيه ضلال ما تفسير مزلها الغران ده ما تفسير عبارة عن نظريات زي جريد تدار وجريدة حكايات فيمتة وجريدة أخبار اليوم ما في شيء نظريات سايقوا لك وأشعرته وأثناء ما أقرأ هذه الآية شعرته بإحساس داخلني ثم خرج مني ده شنو ده ده تفسير إحساسك أنا مالين مالو إنت عارف مين الأول مين المقدمة بتاعته قال لك ده تفسير ده تفسير بتاع أحاسيس الآي قال بيحس بيها كده أنا حس إنه فيها حاجة طيب أنا ما حس برايا حس بيحس كده ليه يعني ما برايا شيء غران ويحس زي ما أنا داير ده ما تفسير التفسير اللي بينقول عن الصحابة فيمتة بينقول عن العلماء على إم الأربعة ده تفسير بتاع علم تفسير ابن كثير تفسير الطبري تفسير القرطبي وإن كان عليهم ملاحظات لكن برضو آه ممكن تقرأ ليه فيمتة تفسير غيره معالم التنزيل للبغوي غير من التفاصيل وصية القحطان